إزاي الأمهات تقدم حاجة زي كده؟ دي حاجة يعني نقطة مهمة جداً وهبدأها من عند الأم إن لازم أنا كأم لازم أبقى مهيئة نفسياً إن أنا أتكلم مع الولاد يعني كل أم وكل أب لازم يفكر كده هيو الأفكار اللي بتجيله لما بتيجي كلمة ترباجنسية هو بيفكر في إيه وخايف من إيه وخايف من إيه هل يعني بيجي في باله إنها حاجة قليلة الأدب فأنا مش لأ مش هينفع لازم أقفل بقي ولا أنا خايفة لأ أنا كده هفتح عينين الولاد على حاجة مش المفروض يعرفها في السن ده ممكن ولد يسألني لما أتكلم معاه على حاجات أنا مش عارفة أو مكسوفة أقولها بس أنا يعني عايزة طب من كل أم وأقول لها أنت مش المطلوب منك أنك أنت تبقي عارفة كل حاجة أنت ممكن الولد يسألك على حاجات أنت مش عارفة بس تقولي له أنا عارفة كذا بس اللي مش عارفة ده هدور عليه وارجع أقول لك ويبقى الاتفاق بمعاد أن إحنا أخليني أديني يومين وارد عليك يبقى عارف أنك أنت هترجعي وترجعي فعلا يبقى فيه مصداقية في الكلام أنك أنت هترجعي وتقولي له فالأمة محتاجة لي الأدب مش متربي لأ ده هينحرف بس لما كل أم تحط في دماغها أن ابني هيتعرض لأي حاجة سواء كلام سواء صورة سواء أي مشهد هيتعرض هيتعرض فأنا كأم هو الولد مش عم عندهمش على فكر هما المشاعر دي زي عندنا ما هما بيكسفوش زينا وهم بيحرجوش زينا عشان هما متعرضين أكتر فأنا أراجع أفكاري وشوف أنا خايفة من إيه خايفة أنه هو يسألني حاجات أو أنا أديله حاجات زيادة عن سنه أنا محتاجة أتعلم كل فئة عمرية هو محتاج يعرف مني إيه فلا أول حاجة هيق نفسي نفسيا بالزبط أن أنا هتكلم مع أولادي دي أول نقطة بالزبط كده الحاجة الثانية أنك تبقي متطمنة يعني طول ما أنت متطمنة وهدية وما فيش توطر كل ما المعلومة هتوصل وهتسكن في مكانها مظبوط التوتر بيتنقل للولاد من غير ما أقول من صوت بالزبط كده فأنا محتاجة أن أنا أبقى هدية ومتطمنة وأقول للنفسي وأطمن نفسي على فكرة وعيهم وفهمهم وتعليمي ليهم ده هو ده الحمة بتاعهم يعني كل أم بالنسبة لها أن هي تبقى حاسة أن ولادها في أمان هو ده بيحسسها بالأمان فافتكري وحطي في دماغك أن فهمهم ووعيهم هو ده اللي هيخليهم في أمان والدراسات أثبتت أن كل ما الأم تبقى على علاقة وبتعرف تتكلم مع الولاد ومتطمنة والطاقة اللي وصلة للولاد اطمئنان كل ما يعني في حماية عن الانحراف يعني اللي هو العكس مش لو كلمت معاه هو هيروح ينحرف لا بالعكس هو كل ما أوعيه كل ما عرفه هيبقى في حماية من الانحراف أكتر فدي حاجة في مصلحة الولاد أتالي أنا أكون كأم مهيئة نفسيا أو كأب أكون مطمئن وأنا أتكلم مع أولادي ووصل لهم الأمان والإطمئنان في جوزيدي الولاد لما بيسأل سؤال مفاجئة أي سؤال مفاجئ أنا مش متوقعه هو على فكرة هو بيقول السؤال ببساطة جدا اللي بيتلقاه من بادي لانجوج أو لغة جسد أو ملامح الوش هو ده الإحساس ده اللي بيوصله ممكن ينسى الإجابة بس اللي هيبقى فكره ساعتها ممتت خضت أو ممتت غضبت أنا أخدت السؤال ده وأنا متطمنة ومرتاحة وما توطرتش حتى لو مش عارفة ما فياش حاجة يعني مش لازم أبقى عارفة كل حاجة بس استقبلت السؤال بهدوء وعدم توطر وطمأنينة هيصلوا أن ده رسالة أنه أكيد لك تسأل ما فياش حاجة حتى لو أنا مش عندي المعلومة طب خليني أبص عليها وهارجعلك وترجع له جميل